في غضوني ذلك وجه رئيس الوزراء محمد شاع السوداني الأجهزة المعنية بالجريمة الاقتصادية بضرورة استمرار ملاحقة المضاربين ومهربي العملة والمتهربين من دفع الضرائب كما وجه السوداني خلال ترأسه اجتماعا ضم مسؤولين وممثلين عن الجهات الحكومية والأمنية المعنية بمكافحة وملاحقة الجريمة الاقتصادية وجه بدراسة نشر نقاط التفتيش على الطرق الحدودية للحد من مناقلة أو تهريب السلع والبضائع غير المرسمة التي تلحق الضرر بالاقتصاد العراقي عبر دخولها غير الشرعي للبلاد